السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة أبنائي الطلاب أوجد محيط كل من المستطيلات التالية المستطيل الأول عندي 4 سانتي طول العرض 5 سانتي كيف نوجد المحيط؟ المحيط طبعا نجمع طول زائد العرض طول زائد العرض ونضربه في كم؟ في اثنين أو أني أجمع الأطوال الأربعة نقول لي أربعة زائد أربعة زائد خمسة زائد خمسة بهذا الشكل القانون قانون المحيط كالتالي اثنين لام زائد اثنين ضا يساوي اثنين لام يعني اثنين ضرب خمسة طول مرتين اثنين ضرب خمسة يساوي عشرة اثنين ضرب أربعة يساوي ثمانية ونجمع العشرة مع الثمانية يصير عندي كم؟ ثمنتاش أو أني أجمع خمسة زائد أربعة يساوي تسعة تسعة ضرب اثنين يساوي ثمنتاش الوحدة سنتيمتر هذا بالنسبة للسؤال الأول السؤال الثاني إذا كان لدينا العرض واحد فاصلة تسعة الطول يساوي أربعة فاصلة خمسة أوجد محيط المستطيل التالي أيضا بإمكاني طبعا نفس الطريقة أني أجمع واحد فاصلة تسعة زائد أربعة فاصلة خمسة نجمحهم مع بعض بهذا الشكل نقول لي أربعة ونص مع واحد فاصلة تسعة جمع عادي خمسة زائد تسعة يساوي أربعة عاش واحد باليد ننزل فاصلة بهذا الشكل يصير عندي ستة فاصلة أربعة ثم نقوم بعملية ما نجمعنا الطول والعرض نضربهم في كم؟ نضربهم في اثنين اثنين ضرب أربعة يساوي ثمانية اثنين ضرب ستة يساوي أطنعاش نحجز خانة واحدة على اليمين بهذا الشكل يصير عندي الناتج اثنائش فاصلة ثمانية هذا هو قيمة المحيط الواحدة بيكون طبعا كم سانتي متر نشوف الآن الإجابة هذه هي الإجابة اثنائش فاصلة ثمانية سانتي متر سؤال ثلاثة تصوير صورة عرضها خمسة متر ومحيطها أربعة وعشرين سانتي متر أو جد طولها في هذه الحالة راح تتكون عندي معادلة ذات الخطوتين راح نطبق قانون المحيط المحيط يساوي اثنين لام زائد اثنين ضع بهذا الشكل قيمة المحيط المطلوب طبعا إيجاد الطول قيمة المحيط يساوي أربعة وعشرين هذا عندي في السؤال يساوي الطول غير موجود نقول له اثنين لام زائد العرض عندي خمسة راح اضرب العرض اثنين ضرب خمسة هذا عندي اثنين العرض يساوي خمسة اثنين ضرب خمسة يساوي عشرة راح نضيف الان المعكوس الجمعي للثابت الثابت هو موجب عشرة معكوس الجمعي له سالب عشرة نضيفها للطرفين خط الجمع أربعة وعشرين ناقص عشرة يساوي أربعة عشر يساوي اثنين لام الموجب عشرة مع سالب عشرة يروح مع بعض يتبقى عندي أربعة عشرة يساوي اثنين لام نقسم الطرفين على العامل إذن قيمة اللام اثنين على اثنين واحد لام أربعة عشرة قسمة اثنين يساوي سبعة سبعة الوحدة عندي سانتي متر إذن الطول يساوي سبعة سانتي متر هذا بالنسبة للسؤال الثالث هذا هو الجواب سبعة سانتي متر أوجد مساحة كل من المستطيلين التاليين الآن المطلوب المساحة قانون المساحة يساوي ميم الطول ضرب العرض راح نضرب ثلاثة فاصلة ثمانية في واحد راح نقول له إذن الطول ثلاثة فاصلة ثمانية ضرب واحد راح يعطيني القيمة نفسها ثلاثة فاصلة ثمانية واحد ضرب أي عدد يعطيني العدد نفسه عندي الوحدة بالمتر بما أن عندي مساحة المساحة راح تكون بالمتر المرباع السؤال الثاني أيضاً أوجد المساحة راح نضرب القيمتين الطول في العرض خمسة فاصلة خمسة وعشرين ضرب خمسة راح نضرب الرقمين راح يصير عندي خمسة فاصلة خمسة وعشرين ضرب خمسة بهذا الشكل خمسة في خمسة خمسة وعشرين اثنين بلياد خمسة في اثنين عشر واثنين بلياد يكون عندي اثنائش واحد بلياد خمسة ضرب خمسة خمسة وعشرين واحد بلياد 26 بما أنه عندي عددين محجوزين على اليمين في الأرقام فنحجز عددين في الناتج رح يكون الناتج عندي 26.4 بما أنه عندي مساحة بيكون سنتيمتر مربع إذن المساحة نقول له المساحة تساوي الطول ضرب العرض الطول قلنا طبعا 5.25 ضرب 5 يساوي هذه القيمة التي طلعناها 26.25 هذا بالنسبة لهذا السؤال سؤال 6 القياس مستطيل مساحته 30 متر مربع وطوله 6 متر أوجد عرضه قانون المساحة ميم يساوي الطول ضرب العرض المساحة تساوي 30 متر إذن مكان الميم نعوض بال30 يساوي الطول وطوله 6 متر الطول كم يساوي 6 العرض غير موجود النزلة مثل ما هو فما يحتاج نحط الإشارة بين العدد والمتغير يعني نقدر نحطه أو ما نحطه عادي صار عندي معادلة من معادلات الضرب نقسم الطرفين على العامل العامل هو 6 إذن العرض يساوي 6 على 6 واحد 30 قسمة 6 يساوي 5 راح نحط الوحدة مثل الطول بالمتر إذن العرض يساوي 5 متر السؤال السابع أوجد محيط كل من المستطيلات التالية عندي الطول 12 العرض يساوي 6 بإمكاني إذا طلب مني المحيط أجمع الطول والعرض راح يصير عندي نقول له بهذا القانون محيط يساوي 2 الطول زائد العرض يساوي 2 الطول يساوي 12 زائد 6 يساوي نجمع ما بداخل قوس ترتيب العمليات يصير عندي 2 ضرب 12 زائد 6 يساوي 18 2 ضرب 18 يساوي 36 الوحدة سنتيمتر إذن المحيط يساوي 36 سنتيمتر أو أني نجمع الأضلاء الأربعة بهذا الشكل 12 زائد 12 24 زائد 6 يساوي 30 زائد 6 يساوي 36 سنتيمتر المثال ثمانية أيضا إيجاد المحيط لإيجاد المحيط أعطلنا الطول والعرض نجمع إليه الطول والعرض نقول له 2 فاصلة أربعة زائد 3 فاصلة ثمانية أنا نجمع حوم الآن ثمانية زائد أربعة يساوي 12 واحد باليد نزل الفاصلة أثناء الجمع 3 2 1 يكون عندي كم 6 ثم نقوم بضرب هذا العدد في كم في 2 نقول له 6 فاصلة 2 ضرب 2 2 ضرب 2 يساوي 4 2 ضرب 6 يساوي 12 ننزل فاصلة نحجز عدد واحد على اليمين في هذا المكان إذن بيكون الناتج هنا طبعا بيكون سانتي متر إذن الإجابة راح تكون محيط هذا المستطيل هو 12 فاصلة أربعة نشوف الناتج الآن هذا هو بهذا الشكل محيط المستطيل يساوي 2 لام الطول نضربه في نفسه مرتين راح يعطيني 7 فاصلة 6 زائد 4 فاصلة ثمانية يساوي 12 فاصلة أربعة بهذا الشكل مثال 9 أوجد المحيط أعطيني الطول يساوي بدون رسم الآن قد يعطيني بدون رسم 5.75 وعندي هنا كان ثمانية في البداية طبعا راح نضرب الطول مرتين يعني نقول لي 2 لام و2 ضاء بهذا الشكل إذا ضربنا 2 ضرب 5.75 راح يعطيني 11 ونص 2 ضرب ثمانية هذا 2 ضرب ثمانية العرض يساوي 16 فرح نقول لي المحيط يساوي 2 لام زائد 2 ضاء الطول راح يصير الطولين احنا ضربنا 2 في لام راح يعطيني 11 ونص زائد العرضين راح يكون 16 راح نجمحهم راح يصير عنده الناتج 27 ونصف هنا طبعا المحيط بالمتر ما انه هنا عندي متر متر راح يصير عندي الناتج 27 ونصف ايضا المثال التالي الطول يساوي 6 ونصف والعرض يساوي 5 نضرب هذا في 2 طبعا راح يكون الناتج عندي 13 ايضا العرض في 2 راح يصير عندي 10 نجمحهم مع بعض بيكون الناتج 23 نشوف الناتج الان بهذا الشكل الطولين يساوي 13 العرضين يساوي 10 نجمع العضلاء كاملة يصير عندي 23 هنا طبعا بيكون هنا لازم نصلح واحدا منهم اما نخليه بالسانتي خلي هذا مثلا بالسانتي علشان يكون كلهم بالسانتي متر اذا هذا بيكون 23 سانتي متر عندي الان مثال لفظي خياطة قطعة لتزيين اطار السجاد على شكل مستطيل محيطها 150 سانتي اذا المحيط يساوي 150 اذا كان عرضها 30 سانتي متر فما طولها اذا هنا لازم نستخدم القانون التالي نقول له المحيط يساوي 2 لام زائد 2 ضع المحيط يساوي 150 طولها قال لي طولها اوجد طولها غير موجود ننزل 2 لام زائد العرض يساوي 30 اضرب 30 في الاثنين هذه اثنين ضرب 30 يساوي 60 راح اصير عندي معادلة ذات الخطوتين راح اضيف المعكوس الجمعي عند الناتج وعند العدد نفسه الثابت 150 ناقص 60 يساوي 90 يساوي ننزل 2 لام موجب 60 مع سالب 60 يروح مع بعض نقسم الطرفين على 2 بهذا الشكل يصير عندي اللام تساوي 90 قسمه 2 يساوي 45 الوحدة راح تكون عندي سانتي اذا طول هذه القطعة قطعة السجاد يساوي 45 سنتيمتر السؤال الثاني عشر حدائق حديقة مستطيلة الشكل عرضها 40 متر ومحيطها 280 متر فما طولها ايضا نفس مثال او سؤال 11 راح نطبق قانون المحيط يقول لي المحيط يساوي 2 لام زائد 2 ضاء العرض المحيط يساوي 280 يساوي طولها مجهول ننزل 2 لام العرض قال لي العرض يساوي 40 فنضرب العرض في 2 2 ضرب 40 يساوي 80 صار عندي معادلة ذات خطوتين نبحث عن الثابت الثابت في هذه المعادلة هو زائد 80 ثم نقوم بإضافة المعكوس الجمعي للعدد موجب 80 المعكوس الجمعي له سالب 80 أيضا هنا عندي سالب 80 ثم نضع خط الجمع 280 ناقص 80 يساوي 200 يساوي 2 لام ننزلها موجب 80 مع سالب 80 يروحوا مع بعض صفر ثم يصير عندي معادلة من معادلات الضرب نقوم بالقسمة على العامل العامل هو 2 إذن طول يساوي 2 على 2 و1 200 قسم 2 يساوي 100 إذن الطول يكون 100 متر لأن عندي الآن هذه الوحدة بالمتر إذن طول هذه الحديقة 100 متر أوجد مساحة كل من المستطيلات التالية سؤال 13 عندي 6 سين العرض والطول 13 سنتيمتر بما أن طالب مني المساحة المساحة تساوي الطول المساحة تساوي الطول ضرب العرض نقوم بضرب العدد 6 في 13 بهذا الشكل 6 ضرب 3 يساوي 18 6 في 1 يساوي 6 مع الواحد باليد يساوي 7 إذن سنقول 6 ضرب 13 يساوي 78 الواحدة ستكون سنتيمتر مربعة المساحة لازم تكون وحدتها مربعة سواء كان متر أو سنتيمتر أو ملي متر وهكذا السؤال الرابع عشر أوجد مساحة المستطيل التالي 3 سنتي مع 11 سنتي إذن العرض 3 والطول 11 رح نضرب 3 ضرب 11 يساوي 33 إذن هذه الواحدة بتكون 33 سنتيمتر مربعة إذن هذه المساحة الداخلية تساوي 33 سنتيمتر مربعة نشوف العجابة الآن مساحة هذا المستطيل الطول ضرب العرض يساوي 3 ضرب 11 يساوي 33 سنتيمتر مربعة الآن عندي هذه سؤال 15 مسألة بيكون ليست على الرسم عطلنا الطول يساوي 3 فاصلة 25 العرض 2 رح نقوم بعملية الضرب بهذا الشكل رح نضرب الطول ضرب العرض 2 في 5 يساوي 10 صفور 1 باليد 2 في 2 4 1 باليد 5 2 ضرب 3 يساوي 6 بهذا الشكل ثم نحجز كم عدد عددين عندي الصفور للخمس نحجز صير الجواب 6 و نصف إذن نقول الإجابة 6 و نصف سنتيمتر مربعة نشوف الإجابة الآن هذه هي الإجابة طول ضرب العرض يساوي 3 و ربع ضرب 2 يساوي 6 و نصف سنتيمتر مربع السؤال السالس عشر أيضا قد يجي أعطيني اللهو الطول والعرض شكل لفظي بهذا الشكل على طول أنا طبعا ما أنا مطلوب المساحة أضرب العددين في بعض نقول 4 و نصف في 1 فاصلة 6 بهذا الشكل 6 في 5 يساوي 30 بهذا الشكل 6 ضرب 4 يساوي 24 و عندي 3 باليد 27 نزل صفر في خانة الأحد ثم نقوم ضرب 1 ضرب 5 5 1 ضرب 4 يساوي 4 ثم نقوم بعملية الجمع صفر زائد صفر صفر 5 زائد 7 يساوي 12 1 باليد يصير عندي 4 زائد 2 زائد 1 يساوي 7 عندي عددين نحجزهم العدد هذا الأول في الرقم الأول العدد الثاني في الرقم الثاني يعني عندي على الفاصلة بعد على يمين الفاصلة عدد واحد وهنا على يمين الفاصلة في عدد واحد يعني نحجز عددين من الناتج على اليمين فتكون الفاصلة في هذا المكان بهذا الشكل يكون الناتج يساوي 7 2 شوف الآن الناتج مساحة المستطيل الطول ضرب العرض نضرب 4 5 ضرب 1 6 يساوي 7 2 الوحدة بتكون متر مربع السؤال الأخير أوجد القياس المجهول المحيط يساوي 115.6 متر العرض يساوي 24.8 هنا راح نطبق المجهول هو الطول راح نطبق المحيط يساوي 2 لام زائد 2 ض بهذا الشكل المحيط يساوي 115.6 يساوي الطول غير موجود نقول 2 لام بهذا الشكل العرض عندي يساوي 24.8 هذا العرض 1 نضرب ه 24.8 ض 2 2 2 8 يساوي 16 1 باليد 2 4 8 1 باليد 9 2 2 4 فصير عندي نحجز عدد 1 على اليمين صير عندي 49.6 بهذا الشكل نقول زائد 49.6 صارت عندي معادلة ذات الخطوتين نضيف المعكوس الجمعي للثابت وهو سالب 49.6 نضيف عندي الناتج أيضا 49.6 بالسالب خط الجمع 115.6 ناقص 49.6 بيكون الناتج يطلع عندي 66 و 60 يساوي 2 لام راح يكون عندي 49.6 مع السالب 49.6 يروحوا مع بعض نقسم الطرفين على العامل وهو 2 فبيكون عندي الطول يساوي 66 قسم 2 يساوي 33 الوحدة راح تكون متر إذن الطول راح يساوي 33 متر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته